ننتقل إلى الأوفر برايس هي حاجة أوفر بصراحة يعني مقاومة فكرة أنه نشارك في أو بيت العيلة تحديداً نشارك في وضع المناهج دي حاجة أوفر والأوفر برايس ده أوفر الأوفر يعني خفوا على جيوب الناس حابة تجار العربيات بيتوحشوا ما قدرش أقول كلهم لكن فيها نسبة لبأس بيها متوحشة ما بيهزروش يعني يحطوا فقسار العربية بالمية وبالمية وخمسين وبالمتين ألف أحياناً وساعات أكتر من كده يا رجل ده أنا لقيت عربيات بتحطى عليها تقريباً خمسة وعشرين في المية أوفر عشان إيه يعني جهاز حماية المستهلك تفضل مشكوراً وده من أكتر الأجهزة اللي أنا حبها وأموت فيها ليه؟ عشان اسمه حماية المستهلك يعني بيحميني ويحميك جهاز حماية المستهلك علشان ينهي هذه الظاهرة بمنتهى البساطة الناس استخدمة العقل واستخدمة القانون وشافوا إنه اللي بيحصل ده يضر بحقوق المستهلكين المصريين بيفرض إنه أصحاب معارض العربيات تحط فلوس وقيم مادية تضاف على سعر العربية بالتقصية بقى مش بالتقصية تحت مسمى الأوفر برايس لا ليها مبرر تجاري ولا ليها مبرر أو مسوق قانوني فينشر جهاز حماية المستهلك القرار في الجريدة الرسمية ينص على الآتي المادة الأولى إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة تانية بس تقول السعر بتاع العربية دي كذا بمية يبقى مية وإنت تقبض هم المية اتنين على أن يتضمن الإعلان سعر العربية شامل الضريبة عشباش في عندنا إيه خارجة ودخلة لا أصلي من غير ضرائبة مش بس كده أصلي العربية دي فئة أولى فئة لا حط للمواصفات يعني تيجي تقول للعربية فئة واحد مواصفاتها كذا وكذا وكذا إيه نوع الطرس بلد المنشأ الفئة الكماليات اللي موجودة سعرها كذا ضريبتها كذا السعر الإجمالي كذا ويتحط الإعلان على الإزاز القدامين يطلطش كده على الإزاز القدامين من غير لف ولا دوران خالص وإنه السعر ده يثبت في الفطورة الفطورة الصدرة للمستهلك الفطورة اللي أنا هاخدها في إيدي بعد ما حطت الإرشنات يعني حضرتك بقى هنا ده دورك عشان الجهاز يحميك تعمل إيه انت رايح تشتري شفت الورقة موجودة على إزاز العربية أنا عايز العربية دي مطلوب مني كام 150 ألف حاضر أدي المية وخمسين اكتب لي الفطورة بمية وخمسين كتب لك مية وخمسين وخمس قروش ما تسيبوش تربت تربت قالوه حماية المستهلك المعرض الفلاني عمل كذا ترجمة نانسي قنقر